اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يقول مثلا سمحوا لي غلط في الكلمة هذه يقول كلا لا قارنا صحاب الدشرة وما زال يضغطه في هذا الكوشقال بنقرينا بالحيارة كتاعة الدشرة ومن بعد نصل هذا بنقرينا لذلك الاحتقان هذا من صحاب الدشرة يبدو ينصيويته يحضروا في الفيسبوكيته من الجهة الأخرى تجدوا ناس ثاني يصبوا مثلا في الوطنيين يقولك لازم تندخب لازم يساندوا رئيس تبونيته ملي باش فيسبوك يضربوا في يشوفوا باللقبال هما الزواف يشوفوا باللقبال هما دائما المشكلة لأنه عندنا قبال بزاف ضرب الفرنسي لأنه عندنا قبال بزاف لطرنشي سفي اي مشكلة تدخل الجزائر لا لا باين باللقبال هدوهما اللي جابوها لأنهما اللي عندهم تقارب مع اليهود وعندنا على بعض المشكلة الكائن في القبال على بعض المشكلة ولكن هذو الناس هذو الناس هذو الناس هذو من كل الجهتين عندنا ديجون راديكو هذا يخرج شوية المشكلة هناك شريحة في الواسط كي توصل الحقيقة كل واحد يذهب مع العرشتاع المشكلة مهما كانت الظروف كل واحد يقول هذو الناس نروح مع العرشتاعي لأنه وصلت ما هي قضيات وطنية اليوم النيف والشرف والقبيلة يسبق الوطنية تلقى مغنيين اللي كانوا أحاديين كانوا في الواسط مغني اليوم يروح يسيبورتي مثلا لك لكي نسيبورتي القبيلة لكي نسيبورتي العرشتاعي نروح معاهم ماذا يفعل؟ مثلا احكموا على واحد يبس تريكوتاع جيازكا او احكموا على واحد يبس تريكوتاع ضربه قبيل او لا يحكموا في السجن هذو كانوا الناتر النص يروح معا العرق واحد النص يروح معا العرق ثاني خلاص مبقى هذي هناك اوناس انديبوندون لك المهمة على الناس اللي بغاوا يفرقوا نص المو جاية من الخارج جاية من الداخل واحد كما بن جرينا ما زال عنده بارتي بوليتيك واحدة مثل ناعمة الصالحية ما زال عندها بارتي بوليتيك واحد مثل المقرأ ما زال عنده بارتي بوليتيك وعنده قائمة طويلة الناس مثل 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 هذك نوردين اختال مثل هذك اسامة واحد وعنده قائمة طويلة وناس ما يرقدوش بدون ما يكتبوه عشر مقالات ضد القبائل ضد الشاوية ضد الصحرة اي واحد يكون عنده تفكير سلمي مخالف يشوفوه بولي ضد الدولة انا نشوف بولينتو ما ضد الدولة اليوم كان المثل يقولك مثلاً بات الليلة مع الجاج وناد صباح يقاقي اذا كان شيء اناس مثلاً عايشين في العاصمة او قدام العاصمة بصدفة القوار وحدهم بالعاصمة بصدفة 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 وبصدفة وبعد يشوفو الوحدهم بللي عندهم على هذاك القبائل وهذاك تاع الجبل لعن الله تكون حادة للناس اللي تتجرأ انها تتجاوز الحدود تتجرأ بغينا مثلاً نقولوا اي واحد زاد في الجزائر بعد 62 ما لازمش تكون عنده عقلية هذه ما زال بللي واحد اللي عايش في العاصمة أحسن من اللي عايش في الداخل واحد اللي هدى القبائل العربية مليح أحسن من اللي هدى القبائلية ونبقى ما زال عندنا هذه ما زال عندنا هذه ممسي يكونوا في طرنجي كل واحد يحسب روحه مثلاً هذاك القبائل اللي راح أول مرة ولا بابه ولا جده إلى فرنسا يحسب روحه أحسن من اللي هذك اللي جاء جديد ولا يحرك دائماً نشوفو اروحتنا أحسن من الآخر نشوفو كيف نديرو هذا التفريقه هالي دونك اليوم واحد مثل بن جرينا ما زال ما حكمش الحكم سيبالا البرميار فولي طرش هكذا كلمات باش يغازل شو يا الحكومة دونك ما زال ما حكمش الحكم داروا 300 قضية فلاجستيس رفعوا قضايا 301 من الحزب هذا تاع بن جرينا الثد اسميتو هذك طبيب هذك اللي بغي يدير بارتي بوليتيك أو ينشف شوية في الحراق بن شوية إنسان كما نقولو خرج شوية من الحراقيين الأخرين ممسي تفوا يتجاوز الحدود لكن دعوه يخدم داروا عليه 300 قضية في المحاكم ما زال ما حكمش الحكم إنسان مسكين طبيب صغير هكذا حراكي ومن بعد اليوم يهدر لك يقول لك حنايا هذا الحراك حراك الدشرة أنا دائما نقولكم الحراك مبارك ولكن هناك مشاكل في الحراك هذا ما يكون داخل ما يصيره من بارة من داخل لذلك المحاكم لكي نشطن في الحراك هذا دائما نهضر على هذه الأشياء قبل ما يأتي الحراك هذا نهضر دائما على هذه الأشياء لأنه بينها أشياء تتعاود وما زال تتعاود أشياء نفسها لأنه كما نقول المانويل لطرنشي سليمان اليوم عندنا الانترنت وعندنا درعهم وعندنا هذه وعندنا هذه تصير المواقف يكون مختلف ممكن يأتي درعهم على يوتيوب يأتي على بايبال وعندما تقول بالإيرانيين لا يرى من يأتي درعهم هذا هذا يجمع درعهم في الطرنشي يجبونهم أو يجبون سلاح أو لا تأخذ وقت اليوم يطبع درعهم 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 أو يعمل أو يعمل أو يعمل أنا درعهم في فرنسا أنت درعهم تجبتهم ملالجين كان كل الوسائل اليوم ربيد لمعلومة لا تحبس لسوء الحال نجد أونس كما قلت أنت غدواء أو يقاق هذا الناس الذين جاءوا على العاصمة بصدفة لأن من تحسب واحد مدة مدة ونرى 99% من الناس الذين يراهم في اليوتيوب أو في الفيسبوك عندهم علاقة سواء أو مؤيد للحكومة سواء نوتر أنا دائما نرى روحي ناطر ممسي الدفواء دائما نرح للجهة ضد الخوالة ولكن كيف نرى حاجة داروها في الحكومة نعطيهم كيف بزاف ولكن المجوريتي اللي مؤيدين عندهم علاقة بزاف بزاف بالعاصمة عندهم علاقة بلطرانجي بزاف خرجوا أو لا تفهم باب الواد من القبة من هذه بن عكنونت والناس هذه الصحفيين مثلا كانوا في الجي السياسيين في الجي كريم طابو بوشاشي زوبيدا السون الرسيدي وزاحانون سيدي ديبوتيكا خرجوا من الإدران من العاصمة البرو الإجزيكوتيك والبيرو الإجزيكوتيف يخرجوا من البرو ناسيونال لذلك لديهم علاقة بالعاصمة هذا الناس مثلا مشتهرين اليوم بالإنستغرام أو لديهم سماعيتو من المدن الكبرى لأن القناوات تكون في حملكم ونوصلوا لأن المشكلة اليوم طبقة السياسية طبقة السياسية لأن أي شخص يكون مثلا في تنزواتين ومن ثم يكون لديهم موذمت يدخل في الاسسوسيات يذهب مثلا للديرسيونس في الجهة طبق يدخل معه الموذمت رك رك في الساحة تقول اللحظة المدينة التي تتحدث عن كيف تتحدث عن الأعصمة يتحدث عن الأعصم عن الأعصمة مثلا مثلا الأجل الأمم عزة الأمم مثلا السفارات هذا الأناس الذين يعيشون في العاصمة مثلا السنطر الكولتوري الزمباسات ببليوتك الترانجير اللغات أعطيتكم درجة أحسن من الناس الذين يعيشون في المناطق التعضل لكن الناس الذين يعيشون في المناطق التعضل لا يرى هذا من المناطق التعضل لأنهم خارجوا من ابن عكنون خارجوا من دال إبراهيم خارجوا من بوزريعة المجموعة الذين يراهم اليوم سيدي جورناليست سيدي يوتيوبر أو يوتيوبرزة يراهم فليترونجية ميهدرويتو عندهم علاقة بالمحيط هذا السياسي العلمي الثقافي كل شيء المجموعة يجب أن تجد الهدوار ومعارضة في العاصمة يتخدم السيكوريتير يتخدم الناس الذين يجب أن يجب أن يجب المؤسسة تمتص الغاز من حاسم سعود أو تمتص الغاز من أعماق الصحراء بالصح كل شيء المجموعة أو القلب في العاصمة كل المنطقة تقريباً لديهم المنطقة في العاصمة لذلك كانت خدمة للناس العاصمة المنطقة تأخذ هذا المنطقة لا تأخذ أحد مبعيد المدارس العليا كلها موجودة في العاصمة الصحافة كلها أراه موضوع على هذا الإنسان الذي يحتاج بهذا الأماكن هو الذي يخرج لديه المنطقة لكننا نقول لنا لأن اليوم لديه عشرين سنة ثلاثين سنة سنة يتوزد في العاصمة يلعبها الشيكور على هذا الدشرة لذلك أنت مليح مليح لأن أنت زاد في العاصمة وزاد في الزلانتور هذه العاصمة تبعزها شرش نقول لها سيدي فرج هذه المناطق لأن لقد وجدت كما نقول التحفيز الأول هنا الأولياء والجدود 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 الدشرة عندما خرجت فرنسا الأباء والجدود والجدود ذهبوا للعاصمة ويأخذوا المنطقة والجدود 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 لذلك لذلك يقول لك أنا أنا في العاصمة لا لا أنت تجد بالصدفة والصدفة هذه بابك والجدود الذي كان ذكي سيغلق كل شخص لديه عشرة الحواند ويغلق كل شخص يغلق هذا كل شخص عندما كان جدود والجدود والأباء كانوا يحفلوا بخروج فرنسا الأذكياء كانوا يغلقوا لليزا بارتمو كانوا يغلقوا للوكو تدوّش وبعد انتزت بعد الاستقلال ما يوجد كل شخص ثم كانوا يغلقوا الدشرة التي نحضر عليها فاخر الكوين من الدشرة الدشرة التي أعطت أي دهير أعطت أي تمانجلات أعطت أي تحمد وزيد الملايين والملايين من الدشرة التي تظهر هذه الدشرة وصد 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 لذلك اليوم اليوم الأونس سواء أو أبا أو أجد أو أجد أعطت من هذا مع العالم الجديد نحن نحن عام قيوس والذي يخرج بعض بعض العاصمة يجب أن يتعلم في المنزل إذا كان هذه الأونس الذين استغلوا نرى اليوم مثلا الذين كانوا تصادموا مثلا البربارية مع الأونس تسعينات هذا خلقين في العاصمة قبل ما تدخل إلى الشرع أول مرة هم قرروا في المنزل تعلموا السياسة كيف تفتحوا المنزل 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 لا يتحل هذا ما يبدو الحرب الأولى التي ظهروا الجبل الأونس التي حربوا 100% هم صاحب الدشرة أصحاب الدشرة لا أصحاب المجموعة هم الذين يضحوا من الحياة تقول أنت موجود في العاصمة قبل 62 إلا بابك أو جدك موجود في العاصمة من 62 عام و أصحاب أصحاب و أصحاب الماء هم يجب الناس الذين عايشوا تحت المستعمرات و القهاوية هم لا يمكن الناس الذين عايشوا تحت المستعمرات في القهوية المستعمرات اليوم البنغرين لأن تكون لديه لديه باسبور لديه 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 لأن كان وزير أو ممثل أو ما كان لديه لأن يكون في الدولة الجزائرية لديه معظم تاعة الدم والناس للدشرة لم يكن لديه أي منطقة في الدشرة للاورس للصحراء لم يكن في الغرب لم يكن في الجبل لم يكن في الشرق لديه على بلادهم لم يكن لدينا لم يكن من العاصمة خرجنا تسعينات التسعينات خرجت من العاصمة مشكلة تسعينات لكن هؤلاء الذين كانوا يعيشوا في الأنفق ويبعثوا من المساجد ويبعثوا الأفغانيستاني التسعينات خرجت من العاصمة ماذا؟ ضيعنا 20 سنة ومن بعد المشاكل سيكون أونس ثاني خرجوا من الدشرة استعملوا الفرصة في وقت في اليقاء لكي يقوموا ويقوموا ولكن خرجنا من 10 سنين تعدم خرجنا من 20 سنة ظلام سياسي ثلاثين سنة راحوا نلقى اليوم يخرجوا أونس هذا يقول هذا لا يعرف شيء لا يعرف هذا العربية هذا خليه تعدد شراء عنده ضرب واحد كل واحد يقول مئات سنة للغاية واحد لا يستطيع أن يعطيك الكلام في أمريكا لا يستطيع أن يعطيك الكلام لكي تهضر في أمريكا سوف تهضر لكي تهضر لكي تهضر اليوم في الفيسبوك يقول لك كيف مثلا هذا تعليز الابينيون على الدوهم أن يعطيك الكلام في أمريكا بلد الديمقراطية لا يستطيع أن يجعلك تهضر تحضر تحضر في الفيسبوك يسوق لا يجعلك تهضر في أمريكا هناك تحاول أنا ضدك بصح هناك تحاول أرواح تقصر معك نقعد في تابلان أنت عندك لتندنس أنا لدي لتندنس نكسر فيها لا لا هذا في أمريكا لا يستطيع أن يجعلك تهضر و بعد في البلاد يقول لك الزوج هذا يجعله من السجن و بعد كما قلت يجعله يجعله الكوميديان يجعله 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 هذا الإنسان لذلك يجعله هذا الإنسان الذي يجعله السجن يجعله في المنزل يجعله يجعله لأنه هناك أحد أخرى يجعله هذا العلاق يجعله مثل النعمة الصالحة أو أسما أو 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 تحرظ على ضد القبائل الزواف القبائل لا يرغبوا الحرب اليوم يجب أن نترك هذه الأشياء لا نتركها في ظرف زماني نتركها في الجزائر مهما كان الأصل والفصل اليوم عندك جواز صفر جزائري نبدأ من اليوم هذه الوطنية الجديدة تبدأ من اليوم تذهب إلى بلدان اللي عندهم مئات عرق رحوا ما عايشين في أمان الناس اللي تهدر على سنغافورة سنغافورة هم قابوذين هم قابوذين حتى مسلمة رئيستهم لا يرغبوا لا يرغبوا هذه الأشياء انتوما تزيروا الحالة شغط غير انتوما اللي كين بعض واحد يقول كان السنة واحد يقول كان الأوروبا واحد يقول كان الأهل تاعي ابن كتامة واحد يقول لنا نحن من بانو هيلان شغط؟ نحن يرى انه نفوصي ورابيد الناس راهي اليوم راهي تبعث ده ده فيديو من المريخ لايف من المريخ اليوم نحن يقول لي والله يشدونه بهذيك ما تفوصي الوالو ما تفوصي الوالو لان هذه المشكلة على هذه المشكلة لانه ليس فقط فرقة العرق القبيل العيشين وحدهم الشوية وحدهم المظب وحدهم العرب وحدهم لا لا العرق داخل العرق هذك تشتت تشتت بين الأخوة أخوه ولا أخته بالتفرقة هذي بالتفرقة هذي هذه المشكلة هذه المشكلة الأخت مع رشاد الأخ مع الماك واحد معه يسدني السلطة ما يتفاهموش ما يتخاصموه ما يتلاقوش يموها كتعيت الواحد ما يتجوش قاعد أخطره ما يأكلوا العيد أو رمضان أو خلاص على الإديولوجيات هذه الفاسدة لذلك شدتوا العائلة شدتوا الأسرة هناك أشخاص جدتهم الصدفة أو رؤساء أعزاب اليوم يقولون أنهم يعرف خير من هذا هذا يعرف خير من هذا والناس المعظم التي ترى اليوم في اليوتيوب لا يوجد لا يوجد لديهم أو لا يوجد لديهم إلى عنصر معين منين خرج هشم عبدو سمار؟ من العاصمة؟ منين خرج عبدو سمار؟ من العاصمة؟ منين خرج خبابة؟ من العاصمة؟ منين خرج بسميتو؟ زيتوت؟ من العاصمة؟ جاءوا من المراطق أخرى بالصح عندهم مدة وهم عايشون في العاصمة كيف نقول العاصمة؟ في كل ريشون تاها؟ علي بالحاج وماذا اللقاء هذا؟ اللي هم يتبعوهم؟ لذلك اليوم كي نشوف هقدار؟ دائما نشوف نفس الوجوه نفس الوجوه ولكن نتسأل لماذا؟ وشنو؟ كما نقولو؟ العامل المشترك العامل المشترك الناس اللي خرجت من عكنون الناس اللي خرجت من دالي براهن من جورناليزم ومن بعد اتحكوا بالقناوات الموجودة بالوزارة الثقافة هذا منين نخرج من اسمته؟ يعني كانوا سيدي جورناليزم خديجة بنقنة حافظ دراجي فوضي البومالة منين نخرج من هذا؟ الاحتكاك هذا الموجود في الاشتراك هناك حقل الذي يدخل عنده يتحكي مع المجتمع هذا الناس اللي جاءوا بالصدفة جاءوا بالصدفة والناس اللي جاءوا جدد ممكن تتغلغ الانتايا؟ لذلك نتساءل دائما نفس السؤال لماذا وصلنا الى هذا الحالة؟ زعماء الناس اللي قاريين فاهمين اتو؟ يروحوا مثلا يجبدوا تلميذ؟ أو جامعي؟ يقولوا الناس اللاماش النهار الثلاثة؟ الآن اليوم لا يوجد سباق يعني لا يوجد الوقت لا يوجد الوقت لا يوجد الوقت يجب أن يقرأ يسلك عنده تسعة شهور يسلك فيهم مع لباليش والأستاذ يجب أن يحاونه والتلميذ يجب أن يسلك اليوم نجد تلاميذة وأساتذة وكل كل في الشارع بعد نحن نريد نحن نريد تتعلم 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 أو تتعلم شيء جديد أو نعم نعم قلت لكم الصدفة في الوقت الذي كان فيه الجدود يطبعوا لخروج في فرنسا يحفلوا الجدود والأباء تتعلم على المباني في العاصمة أنتم ما أولدتوا أنتم أصدفة أصدفة لقد أصدفت لذلك ما أصدفت أفضل من الدشرة في العاصمة أي أي عاصمة العاصمة أو عاصمة أو أمباسدور لا يجب أن يأخذ المنزل أو المنزل في العاصمة كل كيف المنزل في العاصمة لذلك تفتح أبواب 8 ملايين أو كيف كيف يخدموا لذلك الفرص التي لديك لكي تخدم هذا هذا الذي يقوم مثلا كالتليفون أو صبابة أو مثلا يطبع ممكن جهة مثلا يخدمها يربح فيها قيس شهر لذلك دائما كين هدات يخدم بيهم أو يبيع سلاع من شريح عجب يبيع هذه لديك الفرص في الوقت الجزائري المعظم الجزائريين 80% أبواب أبواب لأن تدخل 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 اليوم لذلك ماذا نجد هؤلاء الذين في إنجليترا أو سويسرا هم يستعملوا هكذا لا يتحرك أو ينزل مجد و ينزل مجد ينزل مليون ينزل و ينزل 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 إلى السجن و ينزل و ينزل و ينزل و ينزل من هو المستفيد لأن أنت على بالبال حياتك راحة لكي تدخل لسجن حياتك يماك مسكينة بابك مسكين العائلتاك نشارتاك راحة فيها و الإنسان مثلا يدير كوستوم يذهب إلى القناوات للحوار للعربية كيف هو الأولاد تعورهم في أمان الزوجة تعورهم في أمان هو يخرج كل نهار لحد مع ابناته الذين لا يوجدون الحجاب يأكل معهم و يأكل بكل احترام في الرسطورة و ينزل و هذا الشعب المسكين الذي يريد يقول له أن تدخل يجب أن تذهب على السنة يجب أن تتخل الحجاب و يجب أن تتخل لا يمكن أن تسعر ما فعله بل أنها إذا أنت تدخل لك لا تربح أخي لا تربح أي شخص لا يربح في الجهة إذا قلب البلد و يجب أن تتخل لك نأتيك كتاب الذي يجب أن تقرأه بعد أن نعطيك فتاوى على أمير ديزاد بالذي هو يطبع في الويب سايته ما هو يطبع ما على بلش منبر جميع يدخلت له طونغ واحد الفراق على هذا ناية دائما نرى هذا كل إنسان المسكين الذي يخرج مسكين عليه يعني كيف أنت تخرج دائما يحبس السجن في مكتبك وبعد ذلك في الدور كلافية يخدمون بك ممكن تخرج ثاني يلعبون بك ولكن ضايع الوقت هذا هذا الناس اللي لعبوها دائما خرجوا من الباب الواد من هذه المناطق من القباس حب ساكريكور هم حاكمين قال لي بلاس من جهة هذه أو من جهة هذه من كل الجهتين لأنه تلقى واحد وطني ويضرب فيه واحد يقول لي هذا ما تعرفت البسكوستين ما تعرفت تدير هذه ما تعرفت تهدار ما تعرفت دائما ما زال عندنا العقدة هذه بللي واحد اللي يزاد تمها وانا خرج منه من المدن الكوبرا وعندنا باقي سنتينة أو هرانيتو يلعبها بللي يعرف أحسن من الآخر صدفة وشدية طانج لما جهوريكي كما قلتكم عندهم علاقة مع الأحزاب دخلوا في سيستم هذا الأحزاب سياسية دخلوا معه ويحيا معه بودفليقة معه سعيد بودفليقته جبتم الصدفة ولكن اليوم لأن معظمهم دخلوا معه القناوات كما هدرت لذلك أنا قلتكم الواحد اللي يدرس البسيكولوجيا عن الناس هذا معظمهم لم يصدق لفوتو هذا دخلتهم فقط باش نشوف الناس اللي راح يتبان بزيكول هكذا تلقى واحد مثلا خرج من تيزيوزو هو تدشارة تيزيوزو بس خرج من الجامعة تيزيوزو ولكن كيف راح لترغي بد نظريتها وراح مع أونس اللي اعطولوا المنهاج وعطولوا المنصة باش يهضر هي المغاربية والأوراس أو إنسان مختلف يضرب على الديمقراطية وليزيوزو بصح هم في القناة المغاربية يجبون غير الناس اللي تشكي ضد الدولة ما يجبون واحد يهضر يقول لكي قناة كل الجزائيين يجب نتا نهضر معك ونبعد يقول أمال تيفي أمال تيفي ستان اسباس بتوليز الجنية كما نقول رقادلس يعني مهما تكون اتجادهم السياسية دونك ما تلعب هاليش انتالي كومنتر غلقتهم لي كومنتر تع الفيسبوك و تع اليوتيوب تعك غلقتهم انتت خلين أنا نعطي لأمين تعي ما عندك والو اليوم عندك لأباش تع فيسبوك وغلقت انتايا لي كومنتر ما يجيش واحد يعني باحترام يسقسيك لأن على بالي باللي الناس كتب طي حيث و دونك ما رانيش نادر على هذو الناس راني نادر على واحد يجي يقدم لك و تروحها يسألك هذو الناس هذو أعلى بالي بالي من انخرجوا الصدفة البرلمان بعد يقعد ثم يدور ثم بأسر يستعمل لأن هناك وناس خرجوا من من العدم حتى واحد ما يعرفهم ضونك ولو اليوم وناس خرجين بارزين في حراكته المهم لازم تشوف انت قدام قراني اليوم من جريته اوكي وش القدام وش بريت نخدم وش هو الهدف نقارن نروحي مع هذك الانسان اللي يقدم لي ديزوذر يقول لي خرج منا دخل منا خدم هذي كما زيت و يعطي لي أوامر نخمم نروحي مع أولاده ولا معه ولا مع المحيط دونج نرى هناك اختلاف كبير اختلاف انا قلت لكم دائما تجد العقدة هذه سوى الكلس بوليتيك سوى ايكوناميك سوى 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 طبقة هذه سوى عربي واحد ما عرف واحد ممسي هذا القبيلي يحسب الديمقراطية هو هو يحسب الوحب للناس الاخرين لانا يلف وطاوس فيما يعرفوش هناك عقدة دائما دائما واحد يحسب الوحب من الاخر في مجال معين دون بغت مثلا لان من الجهة هذه عندنا 80% عن الناس للدوهة للهاوية تلقى 20% عن الناس مم هم يدير للأخطاء لانا ترح تحمي على الدولة اليوم لانا أنا واقعي واقعي تنكين نشوف هذا الميزان 80% و20% ولكن ممكن تحتلح 20% لانا 80% هذو ما ينتخبوش ما يديروش الثقل 80% في الشارع و20% تفوطي هي الصح ولكن الغلطات السياسية اللي راه يديرها اليوم la presidense ولا البرلمان ولا مجلس الأمة هنا واحد الغلطة الكبيرة مثلا نحط 91 سنة في عمرو في مجلس الأمة نريد ندخل في جزائر جديدة كده هذا مجلس الأمة هذا جيل هذا حط روحه هذا حط روحه وترقى واحد في عمرو 45 سنة حط روحه معلش بعد هذا 45 سنة ما يقول يقول على ثلاثة على ثلاثة في سنة الرئاسة سوف تنتخب واحد على ثلاثة تنتخب على جوجي البعض ثلاثة 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 لديك دو كنددا نحترم اختيار الرئيس ثلاثة ثلاثة نورمالمون ما يعطيش لورد خلاص بغينا دخلوا في جزائر جديدة خلي الأناس يختار قال سيما واحد على ثلاثة واثنين على ثلاثة هم اللي يختار قدم واحد التراشوح صغير في العمر سأعطي له لتبين حقيقة داخل في جزائر جديدة حقيقة باللي بغيت تغيير حقيقة بغيت هذه السلوكات تقديمة ما تتعاوج لأن اليوم رابين تقشيوخ هذا تقش خمسة وربعين سنة خرج من خرج من ليزابيوي ولا ليزابيسي تقش وليل هذا ليزابيوي وليزابيسي وانت تحل البرلمان لأن اليوم البرلمان ليس شارعي ومثل ما تدير تروح تعاود للسينة لكي تضع 91 سنة في عمره وبعد هذا يبدل كونددات و يبدل فاشل لا يمكن أن يقول لا لا اليوم نروح للشباب هذا حقيقة لكي تخمض نار الفتنة في الشارع نعطيه ونقدمه للناس كما نقول غصباً عنك لكي تخمض لكي تخمض لكي تخمض لكي تخمض لكي تخمض أو ونعطيه أخبر لكي تخمض 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 بالصح لكي تخمض لكي تخمض لكي تخمض لكي تخمض ما يقولش باللي أنا بغيت هذا سوف يدرك انت الديت واحد على ثلاثة تعال رئاسة وديت تعال جبهة تحليل وطني وديت تعال نيراندي سوف يدرك هذاك الإنسان يبقى واحد على ثلاثة وحده على باله باللي يخسر انت الديت ثنين على ثلاثة من أحزاب الموالات وهذو كتاع رئاسة هو قعد وحده وفوته 99% وفوته على جوجي لهذا وليه يعطيه للشباب هذاك يبينوا باللي هناك نيع حسنة في التغيير ومن بعد كي تبينوا باللي هناك تناقوة انت تدرت اليوم وفوتت على السينة لكي يقعد في نفس الوقت تدرت عشرة على ولاية جديدة تقسيم إداري جديد هذا التقسيم الإداري هذا عنده مشكلتين في الانتخابات والسياسة أولا أولا لازم تعاود من السينة يجي سينة جديد من هذا التقسيم الإداري جديد لأن لابين يجي سينة جديد من هذا التقسيم الإداري الجديد لذلك لذلك لا تستطيع أن تقسيم الإداري جديد لذلك 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 ملاير والملايا في وقت في الانتخابة الإنسان لا يمكن أن يشري حليب لا يمكن أن يشري سميد وتزيد فيما يخص كما نقول الحاجية نعم هذه المنطقة لازم تقول لأن بعيدة لازم تقول قريب عليها لازم تقول ما هذه الأطروحة هذه المطروحة كيف كان عندنا الملايا ولكن اليوم الميزانية على ولاية كل واحدة على الأقل ربعة لاف لأن الولاية اللي مخدومة وعندها كلش على الأقل لازم لك خمسا لف مليار دولار اه خمسا لف مليار دينار جزائيل لذلك ولاية دجا مبنية وعندها شعب وعندها كلش أو يقدمونها ميزانية خمسا لف مليار دونج إماجين الولايات اللي مكانت موجودة سوف تكريها من أول مرة تبنيها شوف حال ضرعها من اللي تسحق مع أن اليوم اليوم نسحقه تقسيم جديد لكي ندخله قليلا الطموحات للناس اللي ما عندهم يجب أن يذهب يجب أن يذهب ويجب أن يذهب ويجب أن يخدم ويجب أن يجب أن يدخل المشاريع جديدة في المنطقة هذه لأن هذا كيف قلت ما قالتكم ما هناك أولاك يريد أن يقعد السنتراليزاة دائماً لا لا يجب أن تأتي أولويات للناس الداخل يكون لديهم الأطنوام نعم يكون يجب أن يجب يجب أن يجب أن يأتي منطقة الشمس لديك كل شيء إذا أنت كوالي منطقة هذه سوف تأتي أعطيك القدرات كل شيء سوف تأتيك ألمانيا تأتيك لا تأتيك من العاصمة إذا أنت كوالي منطقة معينة سوف تأتيك منطقة تأتيك منطقة المنطقة سوف تأتيك منطقة المنطقة كما هنا يكون لديه الأولوية يسير المشارع تهم هذا تأتيك منطقة الأبواب بغير أنت الاستثمار الجديد يدخل هذا كيف تأتيك من الاستثمار كل شيء يجب أن يجوز من العاصمة ومن العاصمة عندك عشرة تأتيك الوزارات يذهبون إلى بناتهم لا تنسيق أمبروجي واحد لأن اليوم البنك العالمي يضعون 182 درجة يعني آخر البلدان كي تحل انتربريز في الجزائر يجب أن تذهب إلى زانبور روح إلى بومبيير سنيلة كل مينيستير أعطي له وحدة ثلاثين يوم كل مينيستير يجب أن يقوم ثلاثين يوم لجهة هذه ترجع لك على الأقل يمكن أن يرجع لك في سنة أو خمسة ولكن عندهم ثلاثة يوم ثلاثة يوم ثلاثة يوم ثلاثة يوم ثلاثة يوم ثلاثة يوم ثلاثة يمتعد في وضع علي مينيستير هناك انتخابات شريعية مثبّقة وهذا لديك إرشان الحكومة الجديدة تنمثل من when the government عمان سألت هل إخر seed يقول لي التطبيق من من يقولك لا لا لأن على التخطير بتاعك هناك أولويات تقسيم الإداري أولا أو تقسيم سيناء أولا أو تقسيم أولا أو تقسيم أولا أو تقسيم أولا أو تقسيم أولا اليوم مثلا لم أفهمت هذه الخيالية هذه الخيالية هذا كل ما يقدمه مثلا مشروع الأحزاب السياسية مشروع الأحزاب السياسية مشروع الأحزاب السياسية يقدموا كل ما موجود نورمال عندما تنشئ حزب سياسي تجلبه على الأقل لديك مركزيات موجودين في 23 ولاية على الأقل هذا القانون في التقسيم الإداري الجديد أو تقسيم أولا لديك مركزيات لديك مركزيات لديك مركزيات لديك مركزيات في 23 ولاية من 48 ولاية هذا القانون لا يبدلون هذا القانون لديك مركزيات في التقسيم الإداري الجديد لديك مركزيات هذا البرلمانيين الموجودين هذا الأحزاب الموجودة في الساحة هذا السيناتور كل ما موجود لديك تقسيم الإداري القديم لديك أو لديك تقسيم الإداري الجديد البرلماني لديك تقسيم الإداري الجديد هذه القانون اليوم كولاية جديدة أسكع لها كل المؤهلات لكي تولي ولاية ليس فقط لأن الناس اللي ساكنين ثم بعيد بعد خمسمائة كيلومتر على الولاية الحقيقية الولاية التاعه أنت تتكري لولاية جديدة فيما يخص الإدارة فقط ولكن فيما يخص تكنيك كي يخدم كي يدير كي يخص الإدارة كل شيء يتعاون على هذه المنظومة كي يخص الإدارة على المنظومة ولكن هناك أشياء المنظومة لذلك أسكع لها المنظومة لديها تحفيزة هذا تخليط هذا المنظومة لأنه لم يكن متصورين يقول لك ماذا نفعل هذه الأشياء؟ أسكع قانون معين يؤثر عليها لأن القانون الانتخابات اليوم دخلوا فيه ثلاث قوانين القانون الانتخابات القديم في 2016 الدستان الزوج في 2016 و 2020 والقانون العضوي ربعة لديك ربعة للأحزاب لذلك اليوم لديك تقسيم الإدارة الجديدة صفية 5 كتش تقسيم الإدارة الجفن ar bear الطريق الجيد و هو جد إنجاه نطع من قانون الانتخابات القديم من الدستور القديم من الدستور الجديد يجمع وقع هذا لكي لا يشاهدون أن هناك تناقضات ولكن التناقض الموجود اليوم أنك لديك محكمة دستورية لا يوجد محكمة دستورية لأن الأشياء تبدأ من الفوق محكمة دستورية محكمة دستورية الآن ان تأترك محكمة دستورية محكمة دستورية كل شيء تحضرها في المكان المناسب ثم يأتيوا محكمة الدستورية هذه الحكومة تخرج ومعها هي مشاكل توقف توقف حين الحكومة التي تخرج من البرلمان يكون الكثير مشاكل لان كيكون السلطرة اللي يقول كنا نحت واحد نحت واحد للسلطة التنفيذية سهل حط نحية حط نحية بس هكي يكون عندك محطوطين تخدم معهم بدرع تشوف ثم لان الحكومة اللي ديرها هكذا عندها حق الفيطو عندها مثلا كيف تكترون الساحة اليوم لان قبل المنتهي ما تحبز مثلا قنانيا على بالي بالحكومة الجديدة اللي تخرج تكون نزيها على لان الاحزاب اللي تتقدم للشريعيات فرصيتها بالعتابة هذينك وفرصيتها بالقانون انصاف هذك فرصيتها بال الاجتماع يكون محلول مثلا يحطوا عشرين واحد في القائمة هذك ينتخبوا عليه انت تنتخب على رقم ثانين وعشرين ممكن رقم ثانين وعشرين هذك يقول لي تدو الليست سوف يدي تدو الليست هذك الناس اللي راح يخلص مثلا عشرين مليار باش يديه لا تدو الليست ممكن يخلص 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 وما يديهاش على لان الاجتماع يكون مفتوح الجهزة تكون مفتوحة يكونوا يحطوا هذا اليوم تدو الليست الناس كانت تنتخب على اللي كان فيه رقم ثانعاش رقم ثانعاش رقم ثانعاش رقم ثانعاش تدو الليست لان الاجتماع وثانين تدو الليست تدو الليست طانج هنا يكون ثلاثة في القائمة تدو اللي تدو الليست كما رئيس بلدية سان فرانسيسكو كانت ثالثة في المرتبة لم تدو الليست لكنها رئيسة سان فرانسيسكو بلا بالسيستم هذا لذلك يتوقع عليها لذلك تنهضروا على المشاكل الموجودة اليوم لان الانفجار هذا انا بدا بيا الناس تخرج لانه عندي كورونا في العالم كله بعد كورونا خرجوا واحد واحد رحلوا الخدمة واحد واحد المليون ما تطولو واحد البونيسا تعد طبيب ما تدهش ورانا في رمضان عندنا واحد المشاكين دون كنايا الناس اللي قلتك ولا الحراك ولا الحراك ولا الحراك ما قلتك ولا الحراك هذه هذا تدفق هذا للشارع تدفق هذا للشارع ما هو إلا نتيجة سنة كاملة من السبات هذا ما كان يخرجوا 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 لأنه كان جدانايا حل رب الاستعد كل ما محلول لأن اليوم الناس خرجوا بلا كمامات بلا حالة التاكسيين قلت لهم مغلوق الحجر الصحي 19 ولاية ثانيا طرنسبور هذا التراكتور والكاميون والبوس وماذا ثاني أو عندك صوت كل ما مغلوق كل ما مغلوق لذا الدولة لكي تحميل روحها حل كل ما كل ما يفتح لأن الناس الذين يصفق هذو هنا ستعصطاد لكي تخرجوا وكان ينبغي جيد من السلطة وكان يجب على المشاركة وكان ترى 5 سنوات المبزاوش يديرون 5 سنوات المشاركة بأن السلطة المغلوقة والجامعة المغلوقة وكان المدرسة المغلوقة أين يذهبون؟ يذهبون للشارع كان هناك شيء فلسيت عوان الأمن لبسوك على الكمامة كما هذا الثلاث نيفو قبل المارش قلتكم أنتو ما لبسوا الكمامة بروفسيونال ما كاش الدبوز ما كاش السلاح ما كاش والو يدمروا هكذا يحبسوا الوناس خليهم يمشيوا المهم ما يتصروش البيزنس هنالك يجب أن يفهم لأنه كان هناك متضرع من الكورونا ومن بعد الكورونا لأن اليوم يفتح دائما يفتح للمارشنط يستطيع أن يعملوا هكذا المال أو المال يجب أن يعملوا يجب أن الإنسان يعمل يجب أن يعمل حسنا طلبوا في رواحتكم هذا فقط فيما يخص الوناس كيف يصل الوناس إلى رؤساء أحزاب شركات ومناصب تلفزة لأن إماجينة عندك عشر قنوات خاصة متصلة دائما بالإجهال العاصمة ويذهب إلى هذه الميزون ويذهب إلى هذه الميزون ويذهب إلى الميزون ويذهب إلى الميزون الميزون ترجمة نانسي قنوات